من جهتها أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الأحد القادمة 28 من سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد 52 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة عوضا عن يوم الجمعة الذي سيصادف السادس والعشرين من سبتمبر استنادا إلى قانون الإجازات والعطل الرسمية اشتركوا في القناة